دكتور زاكي البحري أستاذ الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة جامعة المنصورة عفوا مساء خير يا دكتور دي الحال يعني يا دكتور ما بين تأكيد السودان على رفضها للملء التاني اللي بيحصل جزء منه دلوقتي وتأكيد مصر على أن الارتفاع الحالي في سد النهضة لن يولد الكهرباء ممكن نشرح ببساطة للسادة المواطنين الموقف على الأرض في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي بالنسبة لأن السوريا طبعا هي بتسوف وأنها تؤجل ونقديد الطريقة بالعشر سنوات على هذا المنوان وبالتالي هما يعني في الآخر اللي يقولوا أن احنا عاوزين نملة للمرة الأولى السنة اللي فاتت حتى دون أخذ رأي مصر والسودان كذا الأمر السنة اللي هو يبدو تمام من الواضح أن هم في هذا الكلام يرضو الشعب الأسيوبي وأنهم هم أسياد قرارهم وكأن ميل الأزرق نهر داخلي وليس نهر دولي وأنا حاسس يا دكتور وحضرتك تسلح لي يعني ولو أننا مش في معرض حديث سياسي أن الشعب الأسيوبي شعب طيب وما عندوش أطماعة هما الطيفة اللي بتحكم دلوقتي بتطول مدة وجودها على الكرسي لأنها المفروض أنها مشيت من شغور ومفروض كان يبقى فيه انتخابات فلازم نفتعل قضية كبرى لكن السؤال الثاني لحضرتك هل يا فندم الأمطار السنة اللي فاتت الحمد لله ربنا سهل وكان فيه فيضان كبير وكان فيه أمطار بنسبة كبيرة جدا وكان بيقال أنه من المتوقع أن السنة دي كمان تكون سنة خير في هذه الجزئية فإيه رأي حضرتك؟ من ناحية كميات الأمطار هي بتبقى بعض السنوات بتكون أمطار كثيفة وبعض السنوات بتكون الأمطار أقل يعني السنوات العجاف والسنوات الثمان لم تتضح بعد يعني مؤشرات كميات الأمطار لأنها لسا هي بزيد بالدرجة الكبيرة في شهر يوليو وأغسطس يعني لكن في كل الأحوال هما حتى كمان هما لم يعلوا السد والجزء الأوصف من السد لم يرفعوه بالقدر الكاتي مما يعني يجعل بعض الناس بيتوقعوا أنهم لا يستطيعوا أنهم يخزنوا أكثر من 3-4 مليار متر مكعب فقط سنة دي ده كلام بين آن من 13.5 مليار لا غير غير ما فيها مش هيوصلوا 13.5 ولا حاجة لأن حتى لو كانوا هيوصلوا لهذا الرقم مصر كانت لا يمكن فتقبل الوضع على الإطلاق لأنه معناها أنت حطثني هنا في خانة العطش بقى أو الجفاف الشديدة صعبة ما قدرش أفتر فينا بعد لما يكون السد 17 مليار قدر انهار أو قدر انضرب أو كده ده يغرأ السدان كلها فلازم يكون في اتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة قبل عملية الملء اللي هي جارية دلوقتي يبدو كمان أبي أحمد لا يريد أن يتنازل نهائيا في هذا المجال لأنه عنده انتخابات فيريد أن يرضي الشعب الأثيوبي عشان يندح في الانتخابات وكأنه لا يتراجع لأنه عندهم نزع برضو فيها تعالي شوية والميديا هي اللي بيستاعد في هذا المجال لكن الشعب الأثيوبي العادي شعب طيب جدا وعنده الاستعداد يبقى فيه تفاهم بين البلدان الثلاثة حتى في عملية التنمية بشكرة كيف أندم دكتور زاكي البحيريو أستاذ درسات الأفريقية بجامعة المنصورة شكرا جزيلا